اعلنت الفنان اللبنانية ميريام فارس عقد قيران الفنان السورية انجي خوري واسمها الحقيقة نجوة خلق الله على الشاب هادي مصطفى نجم الدين وحصل موقع الفن على صورة عقد القيران يلي كشف انه عمره بس 23 سنة اما مهرة المؤدم نسخة من القرآن الكريم ومهرة المؤخر مبلغ مليون ليرة بس وكنا اشرنا من فترة انه بلشت انجي التحضير للزواج لتحصل على الاقامة الشرعية بس المصادر اكدت انه خطوة انجي الزوجية ممكن ما تغير ارار الامن العام اللبناني وانه في اجراءات كتير رح يتم اتخاذها قبل الموافقة على وجودها بشكل شرعي بلبنان لانه المسألة معقدة ومش سهل كتير حلا صدمت الممسية الكويتية فرح الهادي متابعينا باعلانة اتابطة بمرض خطير واكتشفت بعدين انه الورم حميد وحلتها الصحية صارت احسن هلأ ونشرت فرح مقطع فيديو شرحت فيه تفاصيل اصابتة وقالت من فترة قصيرة خلينا نقول من شهر ونص تقريبا حسيت انه انا فيي شي بس حسيت انه مجرد وسويس وما له داعي اعمل فحص او روح عند الدكتور لانه مجرد وسويس وطابعت مهتمت بصحتي ومركزت وكملت لان حياتي كلها اشغال وبعدين قطع اصبوعين فحسيت انه لازم روح عند الحكيم لقعم الفحص لانه صار مش مجرد وسويس وكل هيدا الهم تحملته لحالي وما حبيت انه قول لحده وختمت اكتشفت بهالفترة انه ما فيه اغلى من الاهل والاصحاب والمشكلة انه وضعي صار جد وما كنت قايلة لحده وكنت عايش مراحل الخوف والتوتر والقلق لحالي وعملت فحص كامل عند الدكتورة والحمد الله طلع ورم حميد انتهى الفنين اللبناني فارس كرام من التحضير لالبومه المنتظر بس عم ينطر يتحسن الوضع العام بلبنان لا يطرحه بهالالبوم تعاون مع الكتب والملحن فارس اسكندر بخمس اغنيات منوعة حسب ما اكد الاخير بحديث خاص مع موقع الفن وبعد غنيت بدنا نولاها عم تحقق نسب استماع عالي كتير وتخطت 133 مليون مشاهدة على يوتيوب وصل الفنين المصري عمرو دياب ع مدينة الجونة استعدادا لأحياء الحفل الختامة ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي وظهر عمرو مع الممثل المصري دينا الشربيني والممثل المصري يسرى على متن يخط وعم بيستمتعوا بأشعة الشمس على الشط مع أصحابهم وكان طرح عمرو دياب غنيته الجديدة يلي بتحمل عنوان الجوي جميل وكمان غنية ديو مع المغنية اليونينية إيريني ببابا دوبولو واسمها أهي أهي أعلن الفنان اللبناني علاء زلزلي انفصاله عن مرته بعد مرور 13 سنة على زواجهم وأصدر بيان كتب فيه الحياة اسمي ونصيب وكتير هي الزيجات يلي كانت على الحب وكانت خواتمها محزنة لأن القدر شلع أخصانه علاء زلزلي عم يعلن انفصاله عن مرته بكل رقي واحترام بعد زواج دي 13 سنة الفنان مثل الطير والعشرة ما بتهون إلا عولاد الحرام فأنا انفصالت عن مرته وإم ولاده زوجيا إنما رح تبقى إلا عندي كل المعزة والإحترام والتقدير والمودة فاجأت النجمة العالمية سكارلت جوهانسون محبينا بزواجها بشكل سري من الممثل الأمريكي وكاتب برنامج ساتردي نايت لايف كولن جاست بنهاية الأسبوع الماضي بعد حوالي سنة على خطبتهم وحسب المعلومات المسربات زوجت سكارلت من كولن بحفل خاص حضره المقربين بس التزيمن بالإجراءات لمنع تفشي فيروس كورونا منذكر إنه هادي الزيجة الثالثة لسكارلت جوهانسون والأولى لكولن جاست يلي كان رافض فكرة الزواج حتى وقع بحبها للنجمة العالمية وقرر إنه يكمل حياته معه كانت معكم بموجز الفن ماري لورت سمعان لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب ليصلكم كل جديد اشتركوا في القناة واشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر